بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا بالرضا يا واسع الكرم واغفر إلهي واغفر إلهي لكل المسلمين بما يطلو في المسجد الأقصى واغفر إلهي لكل المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا بالرضا يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يطلو في المسجد الأقصى في الحرمين الله الله مصلى عنه بسم الله ما شاء الله بحقيك فضيلة الشيخ الجليل وحياة ما أسمى أن نحتفل بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالاحتفالات الخاصة بذكره والصلاة عليه في المقام الأول وأيضا بالابتهالات والإنشاد الدين عشان كده مشرفنا في هذه الفقرة فضيلة الشيخ المبتلح سيد اسكندراني برحب بيك فادي امتحات الحضرتك كل عام وحضر بالف خير وصحة وسعادة أكيد فضيلة الشيخ هناك علاقة وطيضة ما بين الابتهال وما بين ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة النبوية الشريفة كيف تفسر هذه العلاقة الجميلة نحن يعني طول حياتنا وطبعا أنا يعني عن الوالد ما شاء الله والدي الشيخ إبراهيم اسكندراني وعن جدي الشيخ فتح الله اسكندراني والدي طبعا من سنة خمسة وخمسين وفي الإزاعة ما شاء الله طبعا دي كوراثة البطانة ترد إيه ورى مني تماما فطبعا يعني إذا كلمت على مولد سيدنا رسول الله لو لا عدت منها للسنة الجاية مش أخلص كلام طبعا لسيد الأولين والآخرين سيد الخلق عاج معي قيمة وهمية الابتهال فحياتنا وتحديدا في ذكرى عطلة زي ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي مناسة بدنية فاضلة الشيخ هي يعني احتفال يعني مش حتة للذكرى نفسها صحيح احنا بنحتفل بالابتهال والإنشار الديني لأنه بالمس القلب وبنحتفل بسيدنا رسول الله ده طول العام صحيح مش احنا يعني بنحتفل بالذكرى بتاعه لا ده عنا طول العام اللي عايز ربنا يشفيه صلى على سيدنا النبي إن عايز ربنا يكبر بخاطره يصلى على سيدنا النبي اللي عايز ربنا ينجحه في عمله وفي شغله وفي أولاده وفي بيته وفي أسرته يصلى على سيدنا النبي فطبعا يعني دي طيب عايزين بقى نرفع شعار قليل من الكلام كثير من المضيح وكثير من الإنشار الديني وأيضا الإبتهالات حدك تحب تسمعنا يا فضل الشيخ دلوقتي إن شاء الله سمعك سبحانه من جعلا رسول المعلم الله فضل الشيخ سيد يا رسول الله حبيبي سيدنا النبي حبيبي حبيبي سيدنا النبي أصل الجمال حبيبي سيدنا النبي أصني الجمال قل حبيب سيدنا النبي أصني الجمال قل حتى الأمر يمزهرك النور من ذل حتى الأمر يمزهرك النور من ذل يا رب سبحان من باس الرسول معلما سبحان من جاء الرسول سبحان من باس الرسول معلما وأعدقوا لقذاية الإنسان سبحان من باس الرسول سبحان من باس الرسول معلما وأعدقوا لقذاية الإنسان هزا الوجود هزا الوجود هزا الوجود محمد هزا الوجود محمد هزا الوجود محمد محمد من مد وأقوى مدينة الله بالميزان الله 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 يفتح عليك فضلتي الشيخ عشان كده هسأل حضرتك بهذا الأداء المتميز ورأي زي بتقدر تحافظ على هذا الأداء إيه اللي بتحرص عليه عشان تحافظ على التميز بتاع حضرتك وإنت بتلقي أو بتقول الشيط بتاع حضرتك أو الإبتهال دي حاجة بتبقى في دمنا دي موهبة ربنا مديها لكل واحد نعم دي حاجة في دمي صحيح بتيجر في دمي يعني إيه أنا اهه اتعمقتي بالموضوع بحب الموضوع وفي واحد بيبقى حابي بالموضوع صحيح وفي واحد بيبقى واخد الموضوع كده كإيه صحيح كمهنة أو كيعني عشان كده يحبه فبيلمس القلب والعقل إن هذا المستمع على طرقا اه حتى حتى كما تسمع المبتعلين بتاع الزمان وتبص حتى لسيدنا الشيخ ناصر الدين طبار تبص لسيدنا الشيخ سيد لكشمان دي تبص لسيدنا الشيخ طاق الفاشلي نعم سيدنا الشيخ محمد عمران سيدنا الشيخ الهلباوي سيدنا الشيخ سعيد حافظ سيدنا الشيخ حسن اللي يعني سيدنا الشيخ ممضوع عبد الجريل سيدنا الشيخ محمد عمران طبعا شيخنا كلنا صحية يعني الناس زيت حتى ما تبصت حتى الوجهاوية بتقول تحس اللي هي بتكلمك يعني بتوصف لك الموضوع بدمها نعم يعني اما يجي مثلا في شعر رمضان تبصت لاي تسمع الشيخ مثلا يقول لك ايه يا عين جهودي بالدموع وادعي شعر الصيام يعني ايه بيكلمك في الموضوع بيوصف لك الايه صحيح وبرضو ييجي مثلا اول ما بيجي رمضان يقول لك مرحا هدال الخير والبركاتي مرحبا بك يا شعر رمضان مرحا هدال الخير والبركاتي انا ام بشعر انا ام بشعر انا ام بشعر انا ام بشعر جاء برحماتي ايه 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 فالشغل نفسه او الكلام نفسه صحيح بتحس اللي انت اساسا وانت بتقوله جسمك كله بياشعر وانت بتتكلم في الموضوع الاداء نفسه يعني كلمني عن بداية حضرتك والاداء والتدريب واذا يقدر تتحافظ وتصل لهذه الدرجة من التميز هل ممكن اي مبتهل في البداية كده يصل لمرحلة بتاعت حضرتك في التميز ده ايه اللي ممكن نصيحة لتنصحها لشباب المبتهلين يعني اكتر حاجة يحافظوا عليه في اداءهم في صوتهم يعملوا ايه يعني لو تدينا هذي التفاصيل لا والله ما صلى على النبي ربنا يبارك في اللي دخلوا اللي زعل اليام دي نعم يعني ربنا يبارك فيهم هم دخلين كويسين وان شاء الله يعني اه يعني اتمنى من ربنا وان شاء الله يعني انا متبشر فيهم خير يا رب ان شاء الله اللي هم هيبقوا احلى من القدام كمان صحيح اه الاداء والصوت والنفس ممكن احنا كموزعين اتدربنا على صوت ومخارج الالفاظ والنفس لازم يكون خارج من القرورة اعتقد الابتهال حاجة اصعب شوية اصعب حاجة الابتهال اه بالزبط من عشان كده اصعب حاجة يعني ايه القاري ما بيتعبش زي المبتهل اكيد صحيح القاري ما بيبتعبش يعني القاري ما بيجي يكره الاية بيكره الاية ويقعد يمي يريح شوية اه يمت نص دقيقة كده ربا دقيقة بيريح اه لما المبتهل ما بيقعدش حتى على ثلاث ثوان لو النفس كمان بيتحكم فيه بطريقة وصوت طبعا التون بتاع اه فهو يعني بترجع للايه للسلي من الموسيقى اللي انت تدربت عليه نعم بتقعد مثلا مع واحد زي الشيخ طهقويا طهق بريم سكندراني طبعا مدرب ما شاء الله اللي هي لكلها بسم الله ومشاء الله الله يخليه ربنا يبارك فيك يا رب العالمين فعبي يعني دي بتبقى ايه تدريب نعم واعطاء من ربنا سبحانه وتعالى ونعمة بلا سبحانه وتعالى ونطلب من الله سبحانه وتعالى اللي ربنا يكرم اخواني كلهم من المبتهدين يا رب الله والقراء والأولادنا كلهم ربنا احفاظهم جميعا يا رب العالمين يترحموا علينا حتى من لا ربنا ديك صح والعافية فضلت الشيخ ربنا ديك صح والعافية وبارك في حضرتك وفي كل هلنا وحبيبنا القراء والمبتهدين يمكن عندنا مطلب من الكنترول لو امكان يعني حابين يسمعوا المسكفاح هل نستطيع ولا حدك تحبت يعني تسمعنا ابتها الاخر انا اسمعك ابتها الاخر فضل يا فان اصلي المسكفاح دول بيبقى عايز ايه اتنين تلاتة يرده تمام صحيح انا كان نفسي والله اللي انا اجيب اتنين تلاتة معايا وكنا نقول مسكفاح وكنا نقول كامرون وكنا نقول حاجات كتير يعني فضل سيدي يا رسول الله يا حبيبي يا رب لك انت وحدك يا الهي نسجد لك انت وحدك يا الهي نسجد ولزاتك يا الهي نسجد ولزاتك يا الهي نسجد لك انت وحدك يا الهي نسجد نسجد ولزاتك يا الهي نسجد 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 لزاتك يا الهي نسجد نس scheduled ترجمة نانسي قنقر مك نستعين فأنت أنت قول من التجا مك نستعين فأنت أنت عون من التجا نحن العبيد نحن العبيد نحن العبيد فأنت أنت السيد إن رضينا بالشريعة وجهة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيدي يا رسول الله يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له جميل يحاكي بدارا للنبي جميل يفوق بدارا له جميل يحاكي بدارا للنبي جميل يفوق بدارا والبعض جزء من نور محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له جميل يحاكي بدارا للنبي جميل يفوق بدارا له جميل يحاكي بدارا للنبي جميل يحاكي بدارا والبدر جزء من نور محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهدت نوره وأنا وأنا بزوره شهدت نوره وأنا بزوره في رح فؤادي لما شفت نوره كنت بزوره في رح فؤادي وزاد وزاد سروره وأنا أمام الحبيب محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا روض يلي فيك التجلي يا روض يلي فيك التجلي من العلالي يا روض يلي يا روض يلي فيك التجلي فيك التجلي من العلالي نازل تملي على ديوف الحبيب محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 لطاقة لكن لطاقة لكن لقيت لساني ما اقدرش يمطأ من نور محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى عليه اللهم صلي وسلم ومارك عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بحقيق فضيلة الشيخ يعني حضرتك ما شاء الله أنر تقلوبنا بهذا الكلام الجميل بشبه جدا كل سنة حدك طيب ربنا زيك من نعيب الله حيات حدك فضيلة الشيخ شكرا شكرا فضيلة الشيخ المكتهل الجميل حسينة اسكندران نورتين يا فن مكلام شكرا الله فيه والأمر الإسلامية بجمال يا رب العالمين لسم كاملين معاكم شكرا بعض الفاصل وفقرة حوارية أخرى من ساعة صبحية انتظرونا اشتركوا في القناة